خاريا نقول إنه على مدار التلاتة يام اللي فاتوا الإقبال على التصويت من قبل مصريين كان يعني غير مسبوق وفاق التوقعات الحية المصريين بالفعل نزلوا وكانوا حرصين إن هم يكونوا موجودين وإن هم يضلوا بأصواتهم مش بس حد يقعد يتكلم أو ينزر على مواقع التواصل أو حتى الناس اللي كانت بتقعد تزايد على فكرة ما هي محسومة هي الحاجات بقى اللي بنقعد نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي مصريين فعلا نزلوا راحوا كل واحد صوت حسب البرنامج الانتخابي اللي هو اقتنع به شايف حضرتك هذا المشهد زي على مدار بالفعل التلاتة يام كان الإقبال غير مسبوق شوفي حراك المشهد تحول بالنسبة لي أنا كسياسي بقالي سنين إلى مشهد مبهج جدا وسياسي بامتياز لأنه الحقيقة احنا بقالنا أنا بشكل شخصي بقالي عشرين سنة نفسي أشوف مشهد زي ده في حالة الانتخابات طبعا نزول غير اعتيادي يعني مصر لم تعتاد في انتخابات رئاسة الجمهورية هذه الكسافة وهذا التنظيم والانتظام على مصاري لتلاتة يام يعني احنا كان ممكن نلاقي أول ساعتين ثلاثة فأول يوم كسافة كبيرة جدا وبعدين اللجان تبقى فاضية انبارح اللجان بتقفل أبوابها وفيه ناس جوه المقرات الانتخابية عايزين يدلوا بأصواتهم فطبعا يعني إقبال غير مسبوق وكسافة غير عادية ومتعددة ايه مميزات الإقبال ده؟ أولا التعدد العمري يعني متكلمي في الشيوخ وشباب وعمر متوسط وناس لسه يدوبك متسجلة 19 و18 سنة لسه متسجلين طبعا المرأة اللي موجودة المرأة الريفية المرأة اللي في الحضر حتى الأطفال الصغيرين اللي راحوا مع أهليهم عشان يشوفوا المناسبة الانتخابية دي فالتعدد ده مهم كمان الفئات الاجتماعية المختلفة يعني شفنا الطبقة المتوسطة والطبقة العليا والطبقة الفقيرة كل طبقات مصر موجودة في الانتخابات فالحقيقة النسيج المرأة دي مبهر فيه تعدده وشكله وانتظامه اللي حصل ده الحقيقة حدث سياسي مهم جدا ولو العصر السياسي ده ما تعملش فيه حاجة غير أننا نشوف انتخابات رئاسية بهذه الكسافة وبهذه العمق أو بهذا العمق وهذه التعددية الرهيبة دي مسألة مهمة جدا اللي حصل كمان أنه شفنا تنافسات حزبية يعني احنا عندنا تلت أحزاب خاصين بالمرشحين وانس حزن عمر الشعب الجمهوري الساس فريد المصري الديمقراطي حزب الوفد دكتور عبد السند وطبعا سيادة الرئيس لأنه بحكم موقعه مش موجود في حزب لكن فيه أحزاب بتأيد الدولة فشفنا على أقل الساحة السياسية الحزبية بيتنافس فيها سبع تمن أحزاب بشكل مباشر تشايفهم بعينة